أعطي جارة تحدياتنا مستمر مشاهدين متابعين الكرام من طلاقة شوطن السادس في تعداد انطلاقات هذا الصباح في هذا اليوم الثاني المخصص لسن اللقاية مباشرة نذهب مع انطلاقة هذا الشوطن أيضا شوطن السادس للبكار اللقاية من مسافة الخمسة كيلو مترات نتمنى التوفيق والناموس لجميع الأخوة المشاركين من مختلف محافظات وولايات السلطنة مباشرة نذهب إلى العابر من تفتتح لذاع وتقود هذا المسار علي بن سلطان بن حمد الدرعي من يقود انطلاقة العابر في بداية مسار هذا الشوط المركز الثاني وشاهد هناك ابتكار منصور بن صبيح بن محمد لوهيبي من يقدم انطلاقة ابتكار مع المستوى الثاني المركز الثالث ملامة تتواجد بشعار سعيد بن علي بن سعود المالكي من يقدم لنا انطلاقة ملامة النقل إلى رابع المراكز حيث التواجد من شعار غدير بن حمدان يتواجد على ظهر سهام تتواجد بشعار عبد الله بن غدير بن حمدان لوهيبي الوصول من الجانب الآخر لأشاهد شعار الممثل الدائم للسلطنة يقدم لنا انطلاقة هناك عز حمد بن محمد بن سالم لوهيبي هو الوصول بهذه اللحظات من اللي وصلت مع سادس المراكز هذه اللي وصلت غلاء يقدمها سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من يقدم انطلاقة غلاء النقل إلى سابع المراكز هناك الوجود يأتي من الضبي سعيد بن حزيمة من الصغير العويسي من يقدم انطلاقة الضبي ثامن المراكز الوجود هناك من طوع سالب بن سعيد بن خريبيش لوهيبي من يقدم انطلاقة طوع النقله إلى تاسع المراكز حيث التواجد هنا من اللي وصلت في هذه اللحظة هذه اللي غيرت الشامخة سالب العبد بذياب لوهيبي المركز التاسع بشعارك يا أبو خالد تتواجد هقوس هيل بن عبد الله بن حارب الدرعي وفي عاشر المراكز وضوح أو وضح عامر بن سعيد بن مبارك لوهيبي هكذا النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعشرة الأسماء المنطلقة والباحثة عن البطاقة التاهلية التي تسمح للمشاركة في شوط الكاس الكاس المنتظر في نهاية هذا الموسم وشرف معانقة الكاس وشرف أيضا المشاركة في شوط الكاس في أقوى أشواط هذا الموسم يا سلام يا سلام العودة مباشرة إلى العابرة هنا التي لا زالت تقود الأسماء المشاركة تفتتح النداء الثاني والعابرة هنا في بداية مسار الشوط علي بن سلطان بن حمد الدرعي من يقدم انطلاقة العابرة لا زالت العابرة تؤدي أجمل العروض المميزة المركز الثاني تتواجد سهام بشعار عبد الله بن أغدير بن حمدان الوهيبي من يتابع انطلاقة سهام مع المستوى الثاني وصلت غلاء وصلت غلاء مع المستوى الثالث سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من يقدم انطلاقة الغلاء الواصل مع المستوى الثالث والوصول من ملامة مع رابع المراكز يقدم سعيد بن علي بن سعود المالكي من يقدم انطلاقة ملامة مع رابع المراكز المركز الخامس هناك ابتكار منصور بن صبيح بن محمد الوهيبي من يقدم انطلاقة ابتكار بينما المركز السادس هناك عز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم انطلاقة عز المركز السادس في هذه اللحظات هناك وسابع المراكز أشاهد وأتابع شعار بالحزيم بدأ يتسلل مع سابع المراكز هناك يقدم الضبي سعيد بالحزيمة بالصغير العويسي والمركز الثامن وصلت في هذه اللحظات هقوة سيل بن عبد الله بن حارب الدرعي من يقدم انطلاقة هقوة والوصول من تاسع المراكز من بنت شمعدان يقدمها علي بن سعود بن محمد لغبيلي بشعارك يا رعي خوفة وأيضا الوصول من تاسع المراكز هذه اللي وصلت في هذه اللحظات وصلت طوع سالب بن سعيد بن خريبيش لوهيبي وفي عاشر المراكز الطيارة سامي بن محمد بن حديد لينيبي هكذا النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام ونداءنا الثاني أكملنا ولا زالت المسيرة تسير لا زالت العابرة تتسيد لهذا الموقف وتقود مجموعة اللقاية باحثة عن البطاقة التاهلية تقترب من الكيلو ونصف الكيلو الأخير الكيلو ونصف الكيلو يا أبو مايد ما يفصلك عن بطاقة المشاركة في شوط الكاز في شوط اللقاية في أقوى أشواط الموسم بالنسبة لسن اللقاية يا سلام العابرة لا زالت تقود المسيرة بتهدي السلامات إلى أبنى ميدان سيحة السرية ولكن أبنى أبدية وصلت سهام مع المستوى الثاني لتمثل عبد الله بن أغدير بن حمدان لوهيبي تمثل أبنى أبدية وأيضاً يريدون أن يتواقدون في شوط الكاز وصل بخالد وصل مالك هقوى مع المستوى الثالث يقدم أسهيل بن عبد الله بن حارب الدرعي ملامة مع المستوى الرابع سعيد بن علي بن سعود المالكي والوصول من عز حمد بن محمد بن سالم لوهيبي وصلت في هذه اللحظات بنت شام عدان علي بن سعود بن محمد الأغبيلي من يقدم انطلاقة بنت شام عدان يا السلام يا السلام العودة مباشرة إلى الصدارة بدنا نقلص أمتار الكيلومتر الأخير هنا مع الثمانمائة متر الأخير وهنا سهام غيرت الصدارة لصالحها وانطلقت بشعار عبد الله بن أغدير بن حمدان ولكن رعي خوفه رافع راية التحدي والتهديد يقدم بن شام عدان حمد بن محمد ويبي يقدم انطلاقة عز مع المستوى الثالث هقوى مع المستوى الرابع ملامة مع المستوى الخامس وسادسا هناك من تتواقع الطوع لكن العودة العودة مع اللحظات الأخيرة العودة مع اللحظات الخطيرة يا السلام سهام لا زالت الصدارة ناصر بن أغدير بن حمدان من يقدم سهام وبن شام عدان عز وطوع والناموس حاير ما بين الأسماء ما بين الأسماء القوية سهام هي الأقرب إلى بطاقة التهيل الأولى من هذا الشوط يا السلام عبد الله بن أغدير بن حمدان الوهيبي يا بيهد السلامات إلى أبنى أبدية عز 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 مع المستوى الثاني حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يحاول في اللحظات الأخيرة الفوت معك يا الممثل الدائم للسلطنة سلام وتحية واحترام لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي وصلت أيضا سهام عبد الله بن أغدير بن حمدان الوهيبي بالمركز الرابع بن شام عدان أو الثالث بن شام عدان علي بن سعود بن محمد الأغبي لتهانين والناموس لمالك عز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والتاني لكافة الأخوة الفائزين